السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير و بصحة جيدة توحشتكم على بالي طولت شوية لاغن هالجمعة كان عندي عرس و سيت بخير فنحط لكم البارح هاد الفيديو و مقتر جعبكم صبحت مدقدقة من طالون تضحكوا عليا عندي بزوف من بسش طالون شوفوا دار فيها حالة مع الاجواء تالعرسيتو اكو تعرفو ان شاء الله هاليا متل جايين مبرتاجي معكم هكا شوية اجواء تالعرس وش لبسنا كيفاش كانت الاجواء ان شاء الله هستنوني في الفيديوهات المقبلة المهم اليوم صبحت عليكم بهذا الجو الرائع الحمد لله رايبت شوية برودة تبعا والصيف بزف طويل ان شاء الله هربي ينزل علينا الرحمة تعوب شوية امطار و شوية برودة توحشنا هذيك البرودة وشطة وليكوفيرت شوية ولا غير توحش نعم المهم هويت شوية الدنيا بيسوق التهوية ضرورية لو كان نصها لازم تهويه وتخرجوا هكا الفراشية يتهويه اذا كانت الشمس تضربوش شمس يعني انا ديما نقول لكم يكون البرد تكون سخانة اي في اي جو لازم التهويه وجزت على ليشان نظر مسحة خفيفة ابرك ما نكتبش عليكم جوز الاسبراغ وجوز النشيش فغير خفيف والحمد الله يعني عطرت وعلى بيلكم تعطير اهم حاجة بعد التنظيف ومبعدها غلقت كامل ودخلك الكوزينة شوفوا اليوم هم بارتاشي معاكم ان شاء الله الكوزينة هنا كي ما دخلنا هنا صورت لكم كي ان فيديوهات تكون تصورتهم مقبل بارك ما درت لهم شمونتاج بزاف اسئلة راكم تسقسوني في التعليقات ان شاء الله يا ربي نجاوب عليهم كامل صبروا علي يا بارك بالعقل بالعقل الحاجة اللي نتفكر هنجاوب عليها في كل فيديو هنجاوب على اكبر عدد من الاسئلة يجوني بالنسبة لك يزين حبيباتي الكوزينة في هذا الدار الحمد لله جاية كبيرة بو مشي كبيرة بزاف ما اهم حاجة مش روحة الله يبارك وضاوية والاطلالة تحمى شاء الله دقنوا ريلكم كلش شوفوا ديز هال الارضية جاية في الباز جاية مش روحة احنا قبل ما نحطوا والو كنت حطيت برك شية ماعن في البلاكة ما حطيتهم غيرها كابرك ان شاء الله مبرتزيم حكم كلش يعني اي حاجة اي ترتيب تنظيم تنظيف في المطبخ اي حاجة جديدة هكا ديكورة طولة ان شاء الله مبرتجيها معكم شوفوا الاطلالة بو كي نضو كي نضرب هكا في الكاميرا بزاف حاولت نقص شوية الاضاءة باش تشوفوا بيا كما كم تشوفوا حبيباتي المطبخ جد بسيط و متواضع يعني ما هوش مطبخ فخم ولا راقي كي ما قولوا ها هو سامبل حاجة سامبل و حاجة كي ما قولوا بسيطة و ممطن تكوني مرتاحة فيها يعني كي تكوني هكا طيبي ولا تكوني تخسلي في الماعن ولا تكوني مرتاحة تكوني اعلاز هادك اهم شيء حبيباتي الاطلالة اكثر حاجة اعجبتني في هذا الدار بسكي علاش يطلع للبحر الاطلالة تشوفي البحار تشوفي الخضورية و يطلع للطريق طنوبيلة ترايحين جايين يعني الاطلالة بزاف شبه تكوني تخسلي في الماعن بغيما يطلع لك المعرن كان هنا امتي بالكون يحط فيه لاماشينا لاذي ان شاء الله مبرتجي معاكم كيف شراني منظمة وكلش ان شاء الله في الفيديوهات المقبلة بإذن الله وهنا دركلكم هكا دورة خفيفة في المطبخ قبل ما نحط العطاب قبل ما نحط الديكورات و ان شاء الله في الفيديو الجاي ولا لي بعدو حم بارتجي معاكم كلش كلش يعني كامل كيفش نظمت المطبخ مامل داخل فلي بلاكات كيفش شراني منظمة بسكني شايفة واحد المنظيمات بزاف عجبوني حابة نشاري منهم و ان شاء الله نشارك معاكم بلك حاجة تعجبكم ولا حبين منها هذو كل المنظيمات هكا جايين ان بلاسيك كبار شوية و يرفضوها كاروز عدس لوبيادين بزاف شبين ان شاء الله في الفيديوهات الجايين حا قلت لكم بارتجي معاكم كلش مام التنظيم تحت الحوضة اعزاكم الله يعني كلش كلش ان قلت لكم وشاني دايرا من هاد الكوتي وشاني دايرا في الزلموهاكا من الفوق تحت البوطاجي ان شاء الله هجو بارتجي معاكم كلش بإذن الله قولوا لي باركرايكم في المطبخ كما قلت لكم مطبخ بسيط متواضع ان شاء الله رايح هندخل فيه الالوان انا تعرفوني ان موت على الالوان ان شاء الله هندخل فيه حاجة خفيفة تالالوان منقدرش مندخلش اللون سخت الاسفر كنت عارفوني دايرا البيت خانتاعي السفر ومنقدرش نستغنى عليه يعني ان شاء الله هندخل مبدلو ولا دايرا رحت دايرا ما شفت هادت لامارك تاع سماق لي دايرا حالا اللي كتخوم هنا اجيب شون قولكم اذا حبيتون دايرا لكم يعني دورا هكا جولا قولوا لي على العين والراس شوفوا لي بخيتة وحم وشون قولكم النار غاليين 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 ما هكا قول البيت خانتحهم الله ما عجبني عجبني الموديل تاعي القديم تاها كيتشن بزاف خير منه المهم ان شاء الله اي حاجة نديرها اي حاجة نشريها نبرتاجي معكم حبيت ندخلها كشوية نباتات هاد الاختراف الدار فكي كوتف سوقها رسمة كانوش يعني يعيشوا لي النباتات اشكفوها ملك ليماس هاكيتو يموتوا لي ومع اني انا منزوخ لكم شو ما نعرفش بزاف نحتاني بالنباتات ما نحاول ان شاء الله باذن الله نجيب عليكم دارنا معمرة لان شاء الله شاكفو نجيب نجيب ان بلانت ونحاول ندخلها كاف الكوزينة في السالون في البالكون ان شاء الله نشارك معكم كلش نشارك معكم شوية واشترايات يعني قبل ما ننظم المطبخ وكلش رايحة نبرتاجي معكم ان شاء الله كلش حب ندخل هذا الاخترة اللون الابيض والبمبو وشوية شجاج هذا وشاني ادخلها كما حسب ندخل يعني حاجة فيها بزاف تغنجيك شوفوا اول حاجة شريتها هي هاد السلة الماعن تشلتها عن ديكو اديكت هذه اللاباشتا انستجرام شوفوا هاده وكم شريتها شنعبتني بزاف وخفت ما ترفض ليش في نالمه اواللغر ترفض الماعن نحن لا يبارك العائلة تكون من خمسة أفراد والله يبارك يعني ترفض تخيط خبية لو انتها بثاف هاي كما كنت ترى فيها البمبون من ومن وجاية كلاس يعني شابة بثاف كتحطوها يعني فغيمون تبان شابة بثاف في المطبخ هذي أول حاجة شريتها وبنسبة للثمن شريتها تلتمية وثمانين عالف الحاجة الثانية شريتها شريت هاد هاد سيبالي نحط في هل بلارات هكا تلزي بيس هل نريهم لكم قام بشريتها بالنسبة للثمن شريت هكذا كانوا خلاص لها للاسف لها ديكو اديكت هاذ المجازين حدث في الشراغة عندها عجب شوفوا تدخلوا الدخ والدخل اللي تابعوني في الاستغرام بارتاجت معاكم هكا لقطتك يروح تلعن هاي تو وإن شاء الله يذا حبيتم نزيد نبرتاج معاكم ونضلكم جولة في المحل ممهنا في اليوتيوب اذا احبتو نحطه لكم مشي مشكل كنت شريت هذي تاني تقدروا فيها لاتي تزعنا هكا فشطة ولا انا انا شريتها بوكو بلوس للديتوكس ندير فيها هكا القارس والمام عشو ريقة نعناع ولا الخيار نحب بزف هكا الديتوكس في الفشطة علش بس كنت نحطوه فقطة بلا يقعد بارد ما يشكش نحطوه فريجي داريتو فوالا كنت شريت مل عندها كيف مل عند نفس الصفحة هادو تاع تاعصال دوبا لقيتهم عندها غير بمية وسبعين الف شوفوا كين عندها بزف ليموندل كين بزف شبين على هادو بسح كين تاع تلتمية وثمانين كين تاع ربعمية هادو هادو عجبوني او منطا عجبني لو تخيط قولوا لي انتو ما ايدا شبين ولا لا لا كين في القري وكين في النواق انا خيرت هدلك ولك كلها جاية بيضة وفي هال في هالباج هكا عجبني بزف شكل تاحهم وانتو ما قولوا لي يعني انا بنت لي انا بنت لي وحدي 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 شريتها شريتها بمية كبيرة كبيرة مازل شفت عندها بزاف حاجة تعجبوني بلعقل بلعقل ان شاء الله شريت هذا البلاتو الصغير تاع البومبو تقيل وشو نقول لكم ترفضوه تحسو بلي فعلي يعني ايضا تحسو بلحدي يعني تشارب منها ايضا المنطقة الذي ترضي أن JEFFLe beach %40.000 خض sesية كانت الأفضار 150.000 بالمناسبة لن ترتع المعروض 1. simply get the sun منتج أخر المصطلة الموجودةaman... ثم هي 00عودة المعدة الشيء يدفعко ثلاثة التغيير هذه기가 كانت من تربيار مشورة بسيات مرضة من أحسيم 28000 30 ألف صغر بثاف كاين 30 ألف كما هذي 30 ميل وكاين 33 ألف وكاين 35 ألف يعني كاين أحجام مختلفة أنا شريت هادو شوفوا هادو جايين مهمش صغر بثاف تقدروا تديروا فيهم ليزي بيس يرفض لكم بار اكزامل قيس من قولوا 10 ألف تعليزي بيس يجي فيهم النص عقا نص الكبير يعني الحجم تحهم مليح وشريت هادو كبار انا قلت هادوك الكبار نحطهم ملفوقة كامل وصغر يجو من تحت هادو الكبار قلت ندير فيهم هكا جلج لان سانوج حاجة ليتكون هكا بزاف و بعدك يحطيتهم في هادو سيبوغ بانولي مع مجوش شابين لكان جو كامل حجم واحد خير قلوا لي وشرايكم اسكن بديلهم ولا نخليهم هكا هادوك سيبوغ تقدروا تفتحوه هادو كبير يرفض لكم حتى 15 بلارة وتقدروا تغلقوه شوية ولا تغلقوه كامل كما هكا هكا هم مغلوق كامل يرفض لكم يرفض لكم تسعة تسعة بلارات هكا كي يكون مغلوق هاي شاكلتهم بشكل بسف انا عجبني برط لبلارة كش للبارت الاكبار بعنولي شوية شوية هادوهم المشتريات قولوا لي وشاريكم فيهم اسك يجيو شك بينها كاف المطبخ ان شاء الله همن بعدا نفتحوه跟 هكم كيفاش نظمت المطبخ وكيفاش يعني رتيبت كل حاجة فيه كنت شربة هاد المنظيمات اللى فريجيدان هادو كنت خسلتهم وحطيتهم مقطروا هادو الامنظيمات اللى راما مدارين حالة يعني كامل تعرفوهم كاين صغر هادو هادو ما صغر يرفضو تخبية يرفضو لكم الخضرات تخيط خبية يعني في فريجيتر ويجي شكل تحهم بزاف شباب وكاين ليجو موايان وكاين ليكبر انا شريت غير هادو ربعة وان شاء الله حابة نزيد نشري هادو كل الموايان نزيد نشري منهم زوج والكبيرة تاني نزيد نشري منها واحدة باذن الله بالنسبة لي بخيتهم على حسب الحجم كاين تاع خمسة وعشرين كاين تاع ثمانية وعشرين وظلا حبيباتي هادو هما كل المشتريات اللي شريتهم اليوم اوضو كان جوزو الوجبة تاع فطور ولا تاعشات قدروا تديروها الوليداتكم وريحة تعجبهم بززاف اللي هي طعجين المركز شوفو هادو الوصفة كانت شفتها بنتي في تيك توك وقالت لي ماما تجربيها لنوسيها لما شفتها وتشهيتها وعبلكم كي اولادكم يقولوا لكم هاكا تشهيت حاجة ولا على بالي كل واحدة كل امري تسمعني على بالي تحاول قدر الامكان وتخليها لهاش في قلبها ولا تخليش ولادوها كاي تشهى حاجة ولا ما يقولها هنا درت كمية كبيرة درت شوية كمية مليحة على المركز وانتم ما تقدروا ديرو بيالسوق على حسب افراد العائلة هنا كانت عندي خرجة درت هادو الكمية باش نفطروا ونتعشوا وانتم ما ديرو غير نصف هاد الكمية رايحة تكفيكم اول حاجة حطيت المركز تعي فق في مقلعة هكا سخونة تكون سخونة بيال اثقبتو بيالسوق مليح باش يخرج كامل هادا كليدة متاعويتو وخليتو يدي تحميرها هكا خفيفة او بعده في نفس المقلعة رايحين نكملو نديرو اطبق تاعنا ببعد من نحيو كامل المركز شوفوا بالنسبة للمركز هنا راح تلقى يعني كمية مليحة تعلي دام نقصت نقصت شوية دام قبل ما نكمل الطبق تاعي بعد ما نقصت شوية هكا تاع القغا كنت مجيوها واحد اخرى قطعت حبة تاع فلفل حمر حلو ورحيت سنينات تاعهم حطيتهم فالول هكا في نفس القغا هادا كتاع المركزة برك نقصوا متخلوش يعني كمية كبيرة تعال القغا فالولا قليت شوية بقوا تقليو هكا متخليوش التوم تاعكم تحرق بس كا التوم كيت تقليها تمدقوش بعب بس حكيت تحرقت ولي تمد على المرانة متوش كامل بنينة فالولا قليت غير شوية ما خليتها تحرق وزت عليها زوج حبات الكبار تاع طماطيش كنت نقيتهم ورحيتهم فوتهم برك في اللاشواغ ودرتهم وزت معهم كمية قليلة تعال ما جوزت شللت للاشواغ تاعي حطيت حبيباتي التوابل ملح في الفلكحل شوية فلفل حار لازم وشوية بركت على سلحان وتمشي بزاف ديرو كمية صغيرة وهنا انا نوريلكم في الكارثة اللي درتها في هاد البلانت قولوا لي انتيا تعلي بلانتيا انتيا قا ماشيت تعلي بلانت شوفوا كنت حطيتها جسد عند العين باش نسقيتها انا نفوت نهار ونسقيها نسقيها بيان حطيتها باش نسقيها بعد كي بديت في نصور لكم قولت رحي مادية منظر شباب تنخليها تماما من بوجيهاش نصور نكمل نصور ونرفضها وهي كانت قريبة للنار هي ما كانت قريبة بزاف للنار هي ما كانت قريبة بزاف للنار جزت هذه السخانة اللي كانت تلحقها شوفوا كيف حالت لي هاد زوج ورقات فريمان قلت لكم ونلاحبت نبكي كيف يشفتهم زربت نحيطها وخلاص قلت منزج كامل نحبتها من هذه الجيها نسقيها جسد ونراهي في الكوعة قلت خلاص دكتو في هاي ما تقول لي خلاص منزج كامل نمدلك لبلانت ان شاء الله ما تشوفش هذا الفيديو بس بغي ما انا غاضطني هادو كزوج ورقات مع شبابين وجيين هادا ونخرجوا يعني بغي ما نقييني تو تحرقوا لي هكيك بغي ما غاضطني ما خلاص خلاص ان شاء الله درس هذا درس منزج كامل نحطها في الماء هنا بعد ما جمرت لي هديك العصوص طوماد خيط خبيه مع هادا كل فلفل وكلش كنت قليت كميات عليه في خيط ضفتها مع هادا كلها طوماد وبالنسبة للمرقز سعي قطعتوها هكي على قطع صغيرة وضفتوه شوفوا هاد طبق يجيب الزف بنينسو اختو دراري يحبوا هاد النوحة على الاطباق على بلكم يعني كل ما يحضر هكي عليه في خيط ولا مرقز ولا حاجة يموتوا عليها أبقيت نخلط شوفوا العصوص كي تديروها مديروها شناشفها بزاف بس كي معلبي لكم دجا اللي في خيط يشربوا يعني كي تديرو الباطاطا نقلية حات تشرب كمية مليحة دونك ديروها شوية خفيفة شوفوا أنا حاولا نقرب لكم بشوفو كيفش تقعد هذيك العصوص شوية مليحة شوية مليحة شوية مليحة شوية مليحة شوية حراء يجيي ذوقتها بزف بزف وصلنا الى نهاية الطبق لا يوجد شيء كبير يجب أن تضع البطاطا و ترجع المرغان سابع طبق سهل و كنت لديه خرجة و خرجت و اضعته برق شوية و بعدها في العشاء كما سخنا في الميكروند يمكنك التحكم برق شوية و في حيث المقلق يجب أن يكون هذا المجد يجب أن يكون مرغان بطريقة خاصة تستطيع أن يكون قد تقوم بحضر البطاطا و سأجعب البطاطا و أجب أن يكون مرغان جدا لنسى بشكل جيد و لا يحب بشكل جدا و لا يشعروا بشكل جدا كلا وكلش دونك جا بزاف برينا انا كيشفتوها كاراني عاوت تشاهدو معكم ان شاء الله حبيبتي شاهدكم في الجنة بهذا نكون وصلنا نهاية الفيديو نقول لكم سنوني في فيديو مقبل نحبكم بزاف وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته